مع بدء موسم الحج وزيادة الكثافة المليونية لضيوف الرحمن تعتزم السعودية ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه لمنطقة المشاعر المقدسة وحدها توفرها خزانات مياه ضخمة تبلغ سعتها أكثر من مليوني متر مكعب كمخزون استراتيجي و 838 ألف متر مكعب للخزانات التشغيلية كل هذا تتم متابعته عبر محطة تحكم اسكادة ذات التقنيات العالية بإذن الله سنستهدف الوصول إلى رقم قياسي جديد هذا العام وهو توزيع أكثر من مليون متر مكعب من المياه في يوم واحد لدينا خزن تشغيلي بقارب 838 ألف متر مكعب لدينا خزن استراتيجي أكثر من 2 مليون ومئة ألف متر مكعب نستهدف هذا العام بإذن الله في المشاعر المقدسة بقرابة 44 خزن تشغيلي في مكة مكرمة المشاعر المقدسة ومن مياه الشرب والاستخدام اليومي إلى مياه زمزم التي سيتم تأمينها خلال موسم حج هذا العام من خلال ضخي 70 ألف متر مكعب إلى المسجد الحرام و 30 ألف متر مكعب إلى المسجد النبوي إلى جانبي توزيع أكثر من 5 ملايين عبوة ماء زمزم لضيوف الرحمن أيضا في إضافة جميلة للمشروع بالتعاون مع وزارة الحج عن طريق المسار الإلكتروني يتم تقديم طلب حصول عبوات زمزم من قبل الحجاج في بلادهم ويتم شحن العبوات من المشروع الملك عبدالله إلى مطاراتهم دايرك جهود كبيرة تبذلها الحكومة السعودية في الأمن المائي وصولا إلى معالجة كميات المياه خلال موسم الحج والبالغ أكثر من 29 مليون متر مكعب وتحرص السعودية في موسم الحج ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة على استخدام آخر التقنيات العالمية لرفع مستوى الأمن المائي في هذا البلد الأمين قبلة الآمنين بمكة المكرم حسين بمسعد العربية